موسيقى أهلا بكم مشاهدينا بحلقة خاصة من برنامج لقاء الراي مع عضو مجلس الأمة السابق السيد عصام سلمان الدبوس أهلا وسهلا فيك في تلفزيون الراي عادة نستمع في هذا البرنامج لأراء نواب حاليين وزراء اليوم سنستمع منك برأيك وجهة نظرك وأنت خارج هذا المشهد السياسي السؤال الأول محور تقييم الواقع السياسي هل عدنا إلى زمن الأزمات المتلاحقة بسبب تراكم الاستجوابات النيابية سميرة يعني أنت الآن سؤالك محددتي بس أنت تتكلمين عن أزمات متقابة الأزمات عن المشهد السياسي هي لم تغيب ولن تغيب ما زالت العمل في هذه المنهجية وضمن إطار بنيوي للديمقراطية لن نصل إلى حل ولن تنتهي هذه الأزمات الغضية الآن واضحة ولكنها في المجلس السابق هناك نوع من الاستقرار بدون ما نستغرر لا المجلس السابق ولا اللي قبله ولا المبطل الثاني ولا المبطل الأول ولا 2012 ولا كل المجالس السابقة نعم نحن نتكلم عن غضية واحدة هل نحن خليط بين نظام رئاسي وبرلماني نعم اليوم لما تأتي الحكومات تأتي غير محصنة نحن في الحقبة السابقة نعم تطلب الوضع القائم فصل المنصبين فأصبح منصب رئيس الوزراء يوازي وزراء نعم ما قبله كان محصن رئيس الوزراء أنه نائب الأمير وولي العهد فكان هذا التحصين الأمثل لهذا المنصب نعم اليوم رئيس الوزراء أي كان يكلف من حضرة صاحب السمو نعم لا يأتي ببرنامج لا يأتي بخطة زمنية ويتواجه مع المجلس نعم ويأتي مع المجلس ويأخذ من المجلس هو المفروض ومن ضمن إطار الدستور أن يختار وزراءه من عظام مجلس الأمة وغيرهم نعم بالأخير يخرج بمحلل هي المنهجية هذه لم تتغير ما راح يستمر لا المجلس هذا ولا المجلس اللي جاي ولا اللي بعده وندخل من أزمة في أزمة إذن أنت تعتقد بأن هناك خلل في النظام الديمقراطي صحيح نعم متأكد أنا متأكد من أن هذا هو السبب الممثل هي في قضية نعم في قضية اختيار الوزراء رئيس الوزراء عليه أن يختار أقلب وزراءه من المجلس ويبدأ أن تكون العلاقة حميمة لعلاقة ظرائر نعم حتى يستطيع أن ينفذ ما يأتي فيه من برنامج بالتعاون مع مجلس الأمة وفصل بين السلطتين أما بالآلية هذه لن يستمر لها المجلس ولا غيرها من المجالس نعم يعني تتوقع أن هذا المجلس سيبطل أو سيحل أنا حقيقة ما أنا أؤكد أن المجلس هذا لن يستمر بالإبطال أم بالحل الله أعلم بس لن يستمر المجلس هذا لن يستمر لماذا ما حدد فترة زمنية والمجلس اللي يجي بعده بدون ما نعرف أحد لأنها منهجية ما يستطعون بالاستمرار في الآلية هذه إذن يجب تغيير الآلية بعد فصل المنصب رئيس الوزراء لا يعني لا يستمد أي حماية فالجهة اللي راح تمده هي اختيار أقلب وزراء ياخي حكومة توافق ما الآن اليوم الحكومة حزب حاكم يملكون 15 صوت وصوتهم مع النواب يعني في جزء من مجلس الأمة معين تعيين هذا الخلل فيه يشاركون في التصويت نعم إذا أصبحت الحكومة تملك 15 صوت يعني محتاجها أغلبية ما هي محتاجة أغلبية محتاجها 20 من 50 صوت أصبح المجلس شي سوي شي يقدر يسوي المجلس لازم نحتاج أربعين نعم نحتاج أربعين من مخرجات الانتخابات تقف موقف رجل واحد عشان تقدم مشروع سياسي ولا نرجع باجتهادات فردية لا يقبلها كل قضايانة ثابتة نعم اليوم الحكومة اليوم الشارع يأس من المؤسستين وكفر في الديمقراطية اللي ما نسمع ومختلطين مع الناس كلها ونسمع على كل المستويات إنه هناك يعني رفض شعبي للعملية هذه أصبح مجلس الأمة هو المتهم الأول بتعطيل التنمية بتأخير الغوانين وهذا كلام مصحي هذا كلام مصحي من المسؤول الأول عن تعطيل التنمية تعديل تعديل المنهجية والنظام وعلى من يكلف برئاسة الوزراء أن يأخذ وزراء من مجلس الأمة نعم وماذا عن الأداء الحكومي يعني لو كان الأداء الحكومي جيد لو كانت التنمية مستمرة والبلد مطورة يعني كان ماذا الدول مثلا الخليجية لكانت هذه نفس المشاكل الحين من اللي نفذ المشاريع الحيوية بالبلد نعم مستشفى الجهرة منهم نفذة مو ديوان الأميري مو متابعة سامية من رأس الهرم نعم المنشآت اللي قاعد نشوفها والمباني اللي تفرح في البلد مو مسويها ديوان الأميري وين وزارة الأشخاص وين سياسة وين مشروع الحكومة وين خططها أنت شوفي ما هذا يخاتل كلام اللي تقوله أنت تقول أن السبب هو النظام الديمقراطي لا 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 ولكن هو السبب السوء الأداء الحكومي هو من أدى لهذه المشاكل الديمقراطية خيارنا ومصيرنا أنا أقول لك الآلية الخلل في الحكومة ومو بالنظام الديمقراطي بآلية وصول الحكومة وعدم اختيار أعظام مجلس الأمة اليوم مخرجات الديمقراطية خلاص يعني مهرجان انتخابات صرنا أعظام مجلس الأمة ورحنا شنقدر نسوي شنقدر نسوي بجهد فردي محد يقدر يسوي شي بتكتل حش خمسة ستة محد يقدر يسوي شي نعم لا نروح نكتب مواثيق ونجي بوقت الانتخابات ونسوي مهرجانات خطابية ووقع على ميثاق تكويت تكويت القطاع النفطي مراجعة مراجعة تركيبة السكانية المشكلة الفلانية وتعالوا ويفترون بالوثائق ووقعونها وبعدين ما شنقدر تنفذ انت شخص واحد بجهد واحد بصوت واحد شنقدر تأثر بمشروع بمشروع سياسي الحكومة قاعدة تقدم تنظير وبرامج ولا تفعل منها شي ديوال الأميري اللي يسوي ديوال الأميري نعم يعني السبب برايك النظام النظام البرلماني داخلي نعم نظام برلماني وسوء أداء الحكومة والأداء البرلماني الأداء البرلماني بنسبة لك الأداء البرلماني مناط في حكومة تعاون معها نعم إذا ما كان فيه تعاون وفصل بين السلطات لا أنت تداخل سلطة سلطة السلطة التنفيذية والتشريعية وصوتون وياهم ويلقون كل القرارات ما أنت 15 صوت تصوت وياهم إيش يسوي 30 خلص روح أخذ 30 أنا عندي 20 وعندي 15 أنا صاحب الأغلبية فيها خلل تعديلها أنا لما أتكلم الكلام هذا في ناس من تستمع إلى كلام يتقول هذا كلام كفر ما أنا بي نقول هو المفروض حنا اليوم ما هي تجربة هي مسيرة مسيرة كانت البلد هذه بلد ريادة في كل شي أبو كنن لما جاء سوى المخطط الهيكلي للكويت في الخمسة خمسين والأربعة خمسين شوف سوى سوى مدينة عسكرية وسماها رقمها جي ون وراح سوى مدينة جامعية سوى مدينة طبية سوى مدينة صناعية وسألهم قالت الامتداد العمراني وين راح يكون بأي جهة قالوا له باتجاه الجنوب وامتدادا على الساحل فسوى الامتداد هذا بالخمسة خمسين سوى مدينة جامعية سوى مدينة عسكرية مدينة صناعية وانشأ الطرق الاشعاعية تنظيم هذا بالخمسينات عندما كانت الرؤية واضحة كانت الحكومة لديها رؤية واضحة لما كانت في جرأة في الغرار غضية جرأة في الغرار والحسم لكن الآن الآن الناس كلها تجرب ذاتها ونبحث عن شماع عضاء مجلس عند الحكومة الحكومة تقول المجلس المجلس يقول ضغط الشارع لا الغضية غضية قضية فزعة غضية يعني حس وطني من ما حنا فيه لازم نتحرك اليوم حنا شنو محتاجين محتاجين عدالة نعم وتكافأ وفرص وهي بتقانون وجرأة في الغرار وتنتهي المشكلة بدون ما نبحث الكل كل أمة تلعن من سبقها يعني أنت الحين حطي تسعين بالأمية على الحكومة أو أكثر على الحكومة صح والمجلس بالنسبة لك المجلس يعني ماشي والنواب كلهم شغلهم بسليم لا 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 وما فيه مصالح شخصية لا لا وما فيه استجوابات للمصالح شخصية سميرة نعم خنكون واضحين بكل بكل الأنظمة الديمغراطية وبأعرقها السياسيين أبناء شرعية للمصالح واللي يقول غير هالكلام هذا مو متصالح مع ذاته ومتلونة لما لما تكون اليوم يجي عضو مجلس أمة وعلى المنصة هذه ويقول اليوم إذا أبطل المجلس بالمجلس الجاي أول شيء بيستجواب رئيس الوزراء أنت تعرف منه رئيس الوزراء القادم جاء نفس رئيس الوزراء ما جينا حنا بمجلس جديد وبخطة جديدة ببرنامج عمل تقول أنا بستجوا هذه أصبحت شخصانية أنا عندي هدف أني أستجوا بالشخص هذا لا لي أي سبب ما عندك مبرر أن تقوله سوق المبرر بعدين قول إذا أبطل المجلس أنا المجلس الجاي بالضمانات هذه أنك راح تصل اليوم ما حد يقدر تضل الشارع الشارع واعي الشارع واعي طفلة عام لها خمسة عشر سنة الطالع اليوم أدا برلمان طلاب التفتت تعرفين شو تقول نحن أحسن منكم بحكم أني نائب نحن أحسن منكم سمعي شنو قول أنتوا تسويتوا ما رديت أنا قلت ممكن لما تجين في أعمارنا ما تقدرين تسوين شي قالت لا لو نجي نحن بأعمار كم نسوي أكثر عمرها خمسة عشر سنة قاعدة تطالع برلمان الطلبة نعم وقاعدة تطالع أداء الطلبة يعني الموضع اللي حنا فيه يعني وضع محزن محزن لذاتنا بل حتة الآخرين بس أنت قبر شوي تبرق البرلمان من أي مسئلية لحال البلد لا 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 ما بررته الحين تقول أن أيضا عمرها ما بررته ولهم ولا أي كم منزلين بس أنت حطت تسعين بالنمية على الحكومة يعني ولا شيء برلمان الحكومة لازم تختار لازم تختار من أعضاء مجلس الأمم هذه هي الديمقراطية هذه هي الديمقراطية لازم بس أنت الحين ما تحمل المجالس النيابية أي مسئولية بسبب تأخر حال البلد أنت ليس حملين المجلس وهم أفراد حاسبيهم على أدائهم كل شخص الشعب الكويت يحاكم حاسب على أدائه يعيده إلى هذا المنصب أو لا يعيده عصام أو غير عصام أنت تصمغين المجلس بس عفوا لما تقول أن الأداء الحكومي سبب الحكومة عاد زي اللي احنا فيه تسعين بليبيا معناته أن برأيك أن المجلس ممتاز أنا ما برأت المجلس أنت حطيت كل الغلط على الحكومة فقط أنا قلت لك الخطأ في المنهجية أن اختيار الوزراء لا يتم من مجلس الأمة هذه واحدة وتكلمت لك على أن مجلس الأمة أصلا ما بيدا شيء يقدر يسويه إذا ما تعاون مع الحكومة قدم مختراحاته مشاريع قانون الحكومة عندها 15 وعندها 20 داخل المجلس عندها 35 قدم مشاريع على كيفك وعيدها ثاني مرة بالتصويت لا تقدر تسوي شيء طيب ظهورك اليوم قبل حكم المحكمة الدستورية احتمال فيه إضطال احتمال ما فيه ظهورك اليوم واضح أنك أنت يعني عندك نية للترشح هل لديك هذه النية؟ اي اكيد اي اكيد اي اكيد وليش تبي تترشح إذا هذا النظام نفسه؟ طبعا نحن نحن نحبطين ومهامنا نحن لم نمتهن هذه المهنة هي النظال النظال الديمغراطي أنا شاركت بالصوت الواحد وجيت في المبطل الثاني بمرحلة كانت الناس تدق علينا تقول تكفى لا تجي عصام لا تجي الدوانية كفرت الناس في الصوت الواحد هم اللي حيضوا الشارع ردوا شاركوا بالصوت الواحد انت مع الصوت الواحد شاركت فيه شاركت فيه أنا وجاء في مرسوم الضرورة وانتظرنا المحكمة الدستورية وشاركنا فيه وكانت رؤيانا واضحة وابطل ذاك المجلس الدرجة الدرجة أن الناس كانت تتجنب أنها تخاطبنا نعم أو تلتغي معنا فواجهنا واجهنا الشارع حنا لما نزلنا في يعني الناس اللي شاركت في المجلس المبطل الثاني والصوت الواحد اللي جاء مرسوم الضرورة تحملوا الكثير يعني واجهوا الشارع اجتماعيا ساءت لهم الناس والآن كل من تزعم توجيه التهم للناس هو الآن يشارك تقصد المعارضة أنا 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 ما حب استخدم المرادة فهذه معارضة لما يكون عندنا أحزاب معارضة لشي إذا لم يكون عندنا أحزاب إحنا ما عندنا أحزاب هذه مواقف نعم سنكمل هذا الحوار بعد هذا الفاصل السريع فاصل مشاهدينا وسنعود عدنا لكم من جديد مع عضو مجلس الأمة السابق السيد عصام سلمان الدبوس بهذه الحلقة الخاصة من برنامج لقاء الرأي قبل الفاصل كنت أتكلم عن الأحزاب هل أنت مع إشهار الأحزاب؟ كلام كفر هذا ما بيسمع الناس الناس تراه كفر هي مكملات الديمقراطية ليش ما تعمل الناس تحت الضوء؟ الآن ضمنياً الحكومة بتشكيلها تتعامل معهم بمسميات جمعياتنا في عام وأسامي حركية ليش خايفين حنا متطوير؟ متطور ليش حنا خايفين متخوفين؟ هو غادم هو غادم شيئنا ما بينه ليش ما تكون مبادرة؟ ليش روح المبادرة ما تبدأ عندنا؟ ليش الأحزاب؟ ليش حنا نربطها بالأحزاب السيئة؟ ليش ما حنا ما صنعنا الديمقراطية؟ ربما لأن التجربة العربية في العالم العربي للإحزاب هي ليست مبشرة عمرنا حنا لما وصلتنا الديمقراطية ما وصلتنا من الأنظمة العربية حنا استوردناها بشكلها البريطاني وإن عدلنا عليها وخلناها إلى خصوصية ليش ما نحطهم قدوة لنا يعني؟ ونكون يعني نبغى محافظين على مرجعيتنا ليش خايفين حنا من التطور يعني؟ أحزاب كفر؟ يعني الآن مو عن التطور ربما خايفين من الفتن العنصرية الطائفية ربما يعني هذه الأحزاب راح تثيرها نفس ما يصير في بعض الدول سميرة حنا لما نتخوف من الأشياء ونقول أن الأحزاب راح تجيب الدموية وتجيب الأجنحة العسكرية وراح يصير اغتتال وتخرب البلد وبعد لبنان لكويت والكلام هذا هذا كلام مو صحيح حنا مرينا في تجارب من هالغزو وكل الأزمات اللي مرت علينا معروف البلد هذه بكل مكوناتها بلد وحده كن من تكون ولكن كن كويتي طائفتك بحزبك بعرقك لكن أنت كويتي حنا تجمعنا جغرافية التاريخ ما يجمعنا ما أنا بالتاريخ يجمعنا أنا بالجغرافية تجمعنا حنا نعايشين على وطن واحد اللي يتكلم يبي يتكسب عليها ويبي يصرع خلافات أنا ما عرف عايش بالصراعات أنا أحب الموائمة أعتاش على الموائمة التفاهم ما تحب الصراعات طيب هل هذا هو سبب ابتعادك خلال الانتخابات الثلاثة السابقة؟ لا هذي عمرها ما كانت بالنسبة لي صراعات لماذا بتعت؟ أخت سميرة بالنسبة لي أنا لما قبت الانتخابات هذه قلت لك حنا مناطين في المجاملات نعم قاطع علينا المجاملات والاجتماعية منها وتبي أحزاب خلصوا من الجاملة لا لا خلنا أنا أقول لك عشان أنطلق أنا من أنطلق من كل هالروابط هذه وأنصاهر في بوتقة وطن قاعد أقول لك ليش ما تيجي الأحزاب ليش ما تيجي الأحزاب لأن أنا متأثر فيها وكل الناس متأثرين فيها لكن أجي أنا أنا وحيد وأطلع مشكلة فأنا تقييب هي المحافظة على وحدة الناس نعم أنا ما أحب كابر يعني ولا أحب أدخل في حروب غير متكافية أنا من هم أمامي ليس أنداد يعني هم أغران لو كانوا أنداد يمكن نتفق أني أنا معاهم في حرب لكنهم أغران فأنا أنا ما أتيت أطلب فيها شيء أنا ما طلبتها أنا عرضت علي هم قدمتني المجامية هذه وعلى رأسهم والدي أنا ما أتيت أطلبها أنا محقق مجد ذاتي من مراحل العمرية الأولى ما جيت أبحث فيها مجد ذاتي وثقتي بنفسي لا تنتهي واثبتت الأيام ما يملك العبد لله من قدرات وملكات أمام القاصي والداني أنا ما جيت أدور فيها مجد ذاتي أنا متحقق للمجد ذاتي من مراحل العمرية وكل ما توليت من منصب طيب شنو سبب تغيير القرارة يعني الآن أنت راح ترشح نفسك إذا صار إبطار نفسهم اللي غيروا القرار اللي حولي الآن هم يدفعون فيني بعد كل التجارب اللي شافوها يعني هم اللي قالوا لك ابعد عن الانتخابات لا لا ما حد قال لي ابعد أنا تركت الساحة حتى أثبت للآخرين أني أنا الوحيد أغرب لهذا المكان واثبتت الأيام حتى يقتنع يقتنع الآخرين الآن كل المجاميع اللي كانت تقول عط غيرك فرصة حينما نتشارك في كل شي قلت لك أغران أنا من أترك لهم أغران وليس أنداد يعني إذا أنت الآن تترشح نفسك بضغط من المجامع أكيد المجامع هي الآن أو مليونك ترشح نفسك أكيد نعم نعم دعنا نتكلم شوية عن الواقع الاقتصادي كيف تقيم الأداء الاقتصادي للحكومة وضعنا الاقتصادي شوف الحكومة حضرت صاحب السمو حفظها الله عند رغبة سامية أن تكون الكويت مركز مالي وتجاري وين التناغم بين سياسة الحكومة وتشريعاتها مع الرغبة السامية بس اترك خلاص المجلس يعطل المجلس سيء المجلس ما يبي مذينه بالرغابة المسبغة مذينه مذينه أنت يا حكومة السويتي بلد مقلق لا افتحوا مناطق صناعية تحويلية لا اجذب رؤوس الأموال صوتنا عليها بالمبطل الثاني غانون وجابها نص صالح وصوتنا عليها ومشى نعم سوا جذبها رؤوس الأموال مهاتير محمد لما استلم ماليزيا بداية الثمانينات كانت ماليزيا 95% من الشعب الماليزي تحت خط الفغر يعني دولار في اليوم ولا تملك من غير العنصر البشري شوية خشب طبيعة جذب كل رؤوس الأموال خلال 20 سنة تغيرت الحسبة وصار 95% من الشعب الماليزي شعب منتج ووضعه معي شيء ما عنده لا نفط ولا موقع استراتيجي ولا عنده بحر ولا عنده اي شيء ولا عنده موارد نحن بلد نحن بلد نملك كل مقدرات كنا ليش نملك نحن كنا في البداية نحن رياضة في كل شيء بالفن بالرياضة بالصناعة بغيرها نحن بلد كنا قبلة المنظومة ولي اليوم نبدأ ردها بظرف سنوات ما يتحرك شيء إلا برغبة سامية والديوان لم يري والوزارة شو تسوي مستشفى رغبة سامية مركز ثقافي يوازي المراكز الثقافية ودور الأوبرا في كل العالم رغبة سامية ونفذ مجلس الوزارة وزارة الأشغال وخطة التنمية ورئاسة مجلس الوزارة يعني خلاص بعدش حق يحن نحطين الوزارة خلاص الأمثال نروح لمجلس الوزارة وخليه سوي كل مشاكلنا طيب أم حاوله الحكومة من خلال الوثيقة الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي يعني من خلال وضع الرسوم نعم إبلعوها شلون إبلعوها؟ لما هددها المجلس قال لا لحنا بننظر فيها لا قالوا بغيرون الرؤية لا 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 ما قالوا قالوا حنا السانعيين النظر فيها أنتوا كنتوا تغاتلون عليها بالمجلس اللي سبق هذا صوتوا عليها مدة سنتي ودعيتوا بالويل والثبور أنتوا خمسة عشر سنة عندكم فوائض شهر من البداية شهرين نزل البترول دعيتوا بالويل والثبور وانتهت دولة الرفاه زين أنا شنو شفت من الرفاه أنت بالخمسة عشر سنة الله يعطيك العافية أنت شو ريتني من رفاه شويت أنا بس شغلة واحدة أمشي بالشارع واروح المطاق أعرف أنك ما صويت بالبلد شي بس بس خلى لما أروح حق الأمرجنسي بالليل مستشفى العدان ولا مبارك معاي في الونزة وقعد أنطر دوري عند الدكتور أطال رغمي مئتين تطلع علي الشمس وارتفعت حرارتي ولا شفت دكتور ولا شي وتقول لي عندك خمسة عشر سنة فوائض ويوم نزل بترول شهرين دعيت بالويل والثربور أنت الحين جيت أول أول ما نطقت في وثيغتك نطقت كفرا وقلت البنزين والمحروقات والكهرباء إذن أنت لما تطلب من الناس أنها ترفع التكلفة وتزيد سعر الوقود وتزيد تسعير الكهرباء وتزيد سعر الكنباء أنت شنو قدمت لي شنو قدمت لي عشان تدعيني أدفع هل يوازي خدماتك؟ بس هذا كان الحل الوحيد لتفادي العجز يعني لو ما صار لو مر الرسوم والضرائب خلال عشر سنين ما في لا معاشات ولا روات نحن ما نتكلم عن صندوق الأجياء القادمة نحن نتكلم عن صندوقنا السيادي حن صندوقنا السيادي الناس لديها معلومة مغلوطة شلون؟ حن أكبر صندوق سيادي في المنطقة وأكثر مردوداً وأنجح صندوق إذا كانت تدبين من سبع شهور أو ثمان شهور تقول ما نبي بترول وحن نستكفين والبترول هذا ما نبي نصدرها المتين ألف برميل ولا الثلاثمية ما نبي نصدرها واكتفينا وخلقنا مصادر للداخل وحن أمورنا كلها مستتبا حن عندنا صندوق سيادي بمردوداته نقدر نسكر النفط وندفع رواتب وتشتقل وندفع أقول موازنة كاملة ونبني في البلد وننشئ في البلد وبدون البترول يتكلمون عنه خلي طلع وزير المالية ويقول كم عندنا صندوق سيادي خلي طلع للناس ابو ناصر شجاع عارف أنا زاملته خلي طلعوا يقول الشعب الكويتي حن أملك من الصندوق السيادي هل كثر أنتوا بخمسة عشر سنة بخمسة عشر سنة صار عندكم فوائض نصف تريليون دولار سويتوا فيها وقلتوا 37 مليون شنو شاف الشعب الكويتي منها شنو شاف الشعب الكويتي منها الحواجز السمنتية اللي يقولوا نصلحوها هذه ترى من سنة 81 اللي على طريق الملك فائد بسمينها مشروع مشروع المطار مبنى ركاب لا تقولوا مطار مبنى ركاب وللحين بلشتوا فيه أكو مطار في العالم يحط موظفين أمن يمنع الناس ترافق مودعينها باي مطار بالعالم والله ما نمسمي دولة عشان ما حد يزعل عليه ولا حد يشتكى عليه يعني أصلا وقاحة أقسم في آيات الله أنه وقاحة 15 سنة عندهم فواض وبعدين أول بتروا ما نزل قال انتهت دولة الرفان ما شفنا منها شي حنا حنا شفنا منها شي ليش تدعون بالويل والثبور ليش تهدون الناس المواطنين الكويتين ترى مو كلهم أغنية 80% دراسة 80% من المواطنين في هالبلد ترى يعني ب15 بالشهر يدو بيأدي مصاريفه والأساسية والأساسية وانت جاي تدفع عليهم ضرائب اي ضرائب تدفعها ايه ترى المتضرر منها انت تفكر في أجيال غادمة انت الجيل الحالي الآن ما قاعد توفر له توفر له سبل الصحيحة جيت لتقول اسكان جيت لتقول اسكان احنا رح نتكلم عن الاسكان وعن الشباب وعن الخدمات هذه ولكن اسمح لي أخذ هذا الفاصل فاصل لمشاهدين وسنعود رجعنا لكم مشاهدين مع عضو مجلس الأمة السابق السيد عصام سلمان الدبوس واضح جدا انك صاخب جدا على الحكومة فما ادري بسئلك في السؤال ما دي شو راح تكون ايجابتك ما هو دور الحكومة بالقضية الاسكانية كيف تقيم دورها ما هو شي جديد بيع وهم صاحية الشيخ صباح الأحمد الله حفظه هذا مو معلوماتي ها هذه معلوماتي تداولها كل سكان المنطقة مات من أهل المنطقة قريب 20 من أهل البيوت على الطريج بحوادث ومنطقة هذا من الحكومة بعد ايه طبعا انت تعطيني أرض توديني بالخلال خالي ما تسوي لي طليج ليش ما تسوي طليج انت مشاريع تقسيم خاص تسوي لها الخدمات هذه مشاريع رعاية اسكانية خيطان كم سنة الله يجزاه خير الجبري أمس جابها من المجلس البلدي ووداها للسكان شفتي حسنات الوزراء العضاء هذه الجبري واحد من الأمثلة عليهم نعم خلاص لو بغيت تاخذ وزراء اخذ من المجلس اخذ لك يا أخي لا تعلم ما قلناك للوزراء اخذ عشرة وعملوا بروح التيم وخلصوا مشاكلنا الاسكان الآن اديش غرعة اديش غرعة وتطلع لي غسيمة سد وانا الحين ما اخذيتها واروح اللي وياي بالغرعة وتداين وادفع لها بدل واخذ غسيمته واجيب زوجتي والجهال ويوريهم رغم الغسيمة وقولهم هذا بيتنا هذا بيتنا بعد ست سنين لما تسوي لها خدمات وبعدين أبني وشق البيت على مكينة كهرباء الله كلها العزر نضحك على بعض ما عندنا موارد ولا عندنا أرض فضاء نبي غرار جري موارد عندكم وأرض فضاء نبي غراء جري افتغال الشركات العالمية وابنونا بيوت بعدين لا تنسون هذا قضية مغضية إيواء بالنسبة لنا ككويتيين قضية تملك أنا مساكن لا تقولي أنا ساكن بالشارع أنا والله موساكن بالشارع يا ساكن عند أهلي يا أنتم عطيني بدل وأنا زاهد عليه وساكن إيجار أنا أبي تملك حق المواطنة تعطيني تملك عطني وحدة سكنية أخذها تليغي بحياة كريمة لأسرة كويتية وكف الله المؤمنين للغتال لا تقعد تنظر وحنا والله بيني وبين تشوفي أنا الوزراء أداء وزير الإسكان الآن يعني واهتمام المجلس السابق والآن بالقضية الإسكانية هذا يعني أكيد صار للأفضل وقاموا يوزعون وحدات سكنية ويعني الأمور متطورة إحنا لما نقيم أفضل من قبلها شيء أكيد بعد لو توصل الأزمة بس أنت ما حليتها حل الفعلي أنت خففت على نفسك الضغط وأنا ما لوم الوزراء أي خطة تنمية تنفذها بـ 15 وزير وأي تشريع ورقابة تنفذها بـ 50 نائب إزا ما يتطور وأنت قاعد بالعدد هذا أنت بحتاج آخر شيء 24 وزير يعني كم عضاء تحتاج ليش قاعدين خايفين من الأحزاب خايفين الدخول على قانون الانتقابات حلنا الحين ما قلنا أنا بندخل على الدستور أقول الردة ما قلناها ما قلناها قبل هذه ردة ما قلنا أنا بندخل على الدستور لأن من كل الطرفين ما في حسنية الدستور هذا مو مقدس مو مقدس هو كفل تعديله وحصن نفسه المقدس المقدس مكتزبات الناص حرياتهم اللي انتقصوها الحين الحين لا تحكي حتنا اجتماعيا لا تسولف دير بالك حطونك بلاك لست على شنو اش قلت أنا ما نطقت كفر وبعدين أنت لما تنظر وجونك اللي حولك يعني أنت كوزير يقولوا لك ما شاء الله عليك والله مصرت عمر بن الخطاب يخرج في منتصف الليل يوزق يوزق الدقيق على ايتام المسلم انت راكب مو كب كل يوم وقدامك ناس وبرك وآحسن واحد فيكم يلبس هذه 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 جامعتكم تعهد فيها الله يذكره بالخير مسيح بالخير أبو فهد بن شرار في المجلس اللي أنا كنت فيه في 2004 سبع مرات محترقة أنا أقسم في آية الله لهم أعطينها عمالة آسوية ساب كونتراكت يخلصوا لهم ثلاث جامعات حنا نبي بيت نبي بيت يقولون نتأجر مية ألف ولا تشتري مية ألف نروح نأجر مية ألف نفس العلاج بالخارج نصرف عليه مليار ونصف دولار وحنا بما يوازيه نسوي مدينة أربع مدن طبية شو السافة تنفيحه ولا عشان نخلي الناس تتمادع المال العام ونقول نحن لاحد يتكلم علينا إذا أنتم قعدتوا الآن ترصدون للكلام يا وزارة طيب أنت الآن عفوا يعني معاجبتك الخدمات الصحية التعليمية بعد معاجبتك الإسكانية يعني واضح ما هو الحل ما هو الحل أنا قلتك بتغيير المنهجية أدل قانون الانتخاب خذ خطوة جادة في توزير في توزير الناس اللي اختارهم الشعب الكويتي يخلي شارك في صنع القرار وتنفيذه أعذر الله وخلي يكون عندك جرأة في القرار وفلوس عندك لا تقول ما عندك فلوس لا تدعي الويل والثبور حنا ما نقبل الكلام هذا عندكم صندوق سيادي الحين المعلومات كلها متاحة أصغر طفل يدش عليه ويعرف المعلومات يعني الكلام اللي تقول للحكومة عن العجز هذا غير صحيح نعم صحيح نفس سالفة العجز الاكتواري إذا تذكرينا هذا هي بس يدعون عن الناس بالويل والثبور والبنزين الآن مزادوا عن الناس مزادوا عن الناس 150 هم يقولون هذا كلامهم 150 160 أخال الله 170 الناس قاعدة تسمع وتشوف كل التعديات على المال العام من وظفين ومن وزراء ومن سياسيين ومن ساسع شو قاعدين نسوون العالم مو قاعدين نسوون شي وهو يملك سيارة محركها 1600 سي سي قبل يدفع عليها يعني متوسط دينار في اليوم 30 بالشهر الآن يدفع 60 30 مؤثرة لشخص متدني الراتب ذوي دخل محدود بس على غيره ما تأثر على عظم مجلسهم يعطونا على قيادة وسطة وقيادة دنيا الحكومة تعطيه سيارة وغود من تأثر فيها؟ المواطن الفقير لماذا تجعل حلقة الأضعف؟ أنا أقول الشعب هذا شعب طيب لا تقعد تتخرع كل يوم تجيب لهم مشكلة بالون اختبار وتقول يا ويلك من الويل والثبور يا أخي والله أنا أنا مسكين بسرعة هذا الكلام الذي تقوله أنت مقتنع فيه يعني لكوية ليس دولة رفاهية ليس ناس ما عندهم بيوت هذا الكلام المقتنع فيه ولا هذا الكلام عشان لانتخابات لا لا ما شي أنت تقولين هذا الكلام تسويق أو برنامج انتخابي ما شي خلنا رد عليك هذه وجهة نظرك ويمكن واحد لا لا أنا أسألك يعني يمكن أي واحد يقول هذا الكلام المرسعين كلهم بس سؤال اللي يعرفني بالمجلس والآن معلمات متاحة أنا كنت في مجلس 2003 2008 والمبطل الثاني خلك الواحد يراجع أداء إصام الدبوس وش طالب وش صوت فيه أنت لما تقولين الشعب مو عندنا مئة سؤال بسيط حنا كم تعدادنا مليون ومئتين مليون وثلاثمية على كيفهم هذا هم ش رأيهم ش كثرنا حنا خلنوا قول حنا مليون ومئتين هم بعد قيروا رأيهم هل أيام هل أيام قالوا لا حنا مو هل كثر مليون ومئتين حنا عندنا طلبات هذا الهيئة العامة الاسكان وزارة الاسكان يقولون هون عندنا طلبات مئة وعشر ألف ش تقولين يعني هذولة تذابي شلون غالبها لطلب مو مستحق ما تتقبل طلبة هذا غرار غرار أصبح مو كلامي مو برنامج انتخابي مو دغدقة حواطف هذا واقع تغر فيه الحكومة هذا كلامه نعم رح ناخذ هذا الفاصل ونرجع للسيد عصام سلمان الدبوس فاصل مشاهدين وسنعلم نعود مع عضو مجلس الأمة السابق السيد عصام الدبوس بسئلك الحين عن دور الحكومة في رعاية الشباب يعني احنا قاعد نشوف الحين الحكومة وايد مهتمة بأمور الشباب في فرص العمل لهم أنشأت وزارة الشباب لهم ما هو تقييمك لدور الحكومة بالنية هي نيتها الله يزاها خير بس اش سوى لهم انت تعرفين لما اجتهدوا وقالوا أنا بي نسوي الناس هذه اللي تستخدم السيارات بيرعونها بنسوي لها تعرفين وين حطهم حطهم الدائر السابع منطقة المحارك وجابوا لهم رمل شوي وحطوا لهم اسفلت عادي الناس سوت حلبات لهم طائل السواع هذه الشباب هذه واحدة فرص عمل للشباب ليش يقدر 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 يقدم تعرفين شو انه اشتراطات عشان يقدم على ديوان الخدمة المدنية لازم عمره بعد خمسة وعشرين سنة ومتزوج يعني عزب محصل فرصة عمل والقطاع النفطي شهريا تنزل فيه مناقصات ويستورد لها عمالة من مجاهل مو مدربة عمالة هامشية وتدي يجي تدرب عندنا زيان ليش ما تدرب الكويتي شركة أمن أويل وغلف أويل ما جاءت لما جاءت تستكشف البترون ما استوردت العمالة من أمريكا ولا جاءت من بريطانيا خذتهم مواطنين ودربتهم صحيح زين الحين لما حنا دولة دولة اسمنا دولة رائعية قائمة على كل شي ما خلقنا فيها اقتصاد اقتصاد منتج ولا دولة وراح نكون دولة منتجة الحين نجيب نورد كل خلق الله ندربهم وعيال البلد ما ندربهم ونقول ما يشتغلون لا منه كلام مو صحيح كلام مو صحيح الغطاع النفطي لو انه فعلا يتكوت والكلام هذا قلناه من زمان إن شاء الله وإن شاء الله ولا سووا شيء الغطاع النفطي هذا الشباب خليه يتدرب لا توديه يتدرب بالجمعيات جزاهم الله خير الجمعيات خليه يتدربونه الغطاع النفطي الكويت يشتغل انت تخلق اترك خليه ينطلق خليه يبتكر سو من الآن انت اللي تطلحهم من التعليم الفني والمهني يا أخي سو منطقة صناعة تحولية وفتكم الراتبة ورعايته وعاطه مشروعة وعاطه أرض وعاطه دعم وخليه يشتغل خليه يبتكر خليه يبدأ ومسوونهم المشاريع الصغيرة والله جزاهم الله خير حنا ما ننكر انهم سووها كم قطت كم عدد المتقدمين وكم قطت وشين هي المشاريع الصغيرة تسعين بالمئة منها مطاعم وين روح الابداع فيها بعد هذي اللي تقدم لا 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 في مشاريع واجد مالها عدد ترفض افتح صناعات تحولية وخل خلاص الكويتين الكويتين تاريخهم تاريخهم يعملون بالمهن ما في تنكر اجتماعي لها شركة غلف اويل وامن اويل لما اشتغلت خذت كلها عمالة كويتية ما وردت من الهند حنا جايين نورد نورد من بره عمالة والكويتيين سبع تعشر الف ينطرون فرص عمل يعني واضح جدا انك انت ضد الوافدين لا لا مغضية ضد الوافدين لا انا ما اتكلم عن الوافدين الوافدين نحنا وياهم نشترك في الادمية نعم انا اتكلم ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد انا مواطن انا مواطن والدولة دولة ريعية تتكفل في تعليمي ورعايتي صحيا وتوفير فرصة عمل وهي تستورد يليك تجيب عمالة مدربة تجيب عمالة مشية وتعطيها مغاولين ساب كونتراكت يجبون ارقص العمالة والمشاكل اللي تحصل في المنشآت النفطية اكثرها منهم وهم يدرون واعين للعملية ايه نتكلم حنا عن تطور امس الريفاينير يصكرونها نورد المشتقات نعم الحين احنا ما عندنا يعني وقت كافي الحين وصلنا الى نهاية الحلقة بخلي الدقائق الأخيرة لك شين هي كلمتك للمواطن الكويتيين اقول نتيس الكويتيين ما طبيعتهم يسئون الصرار الصرار هذا طبع الكويتيين نعم وانه يحط له هدف لا تحبط يعني بعد كل هالكلام كل سبب لا لا حنا نجل الذاتنا سميري حنا نجل الذاتنا ونتكلم عنها ونسعى في كل يوم ان هذا يزال ونقولها بالجهر بالجهر والعلن نعم وبالسر ونقتربنا من أصحاب الغرار نقول لهم الكلام هذا خلنا فهم شغلة واحدة اننا حنا وياهم في مركب واحد حنا وياهم حنا وياهم نحتاج الى الويام عشان ننتج ما نستعدي لا تتكسبون انت يا سياسي ولا ساسا لا تتكسب على الخلافات ولا تلعب على المتناغضات خلي البلد هذه تمشي حنا في يوم من الأيام كنا بلد الريادة في كل شيء خلت رجع الكويت مثلا ما كانت الأب على السياسيين والساسة التاريخ ما يرحمك التاريخ ما يرحمك سيوثق التاريخ من قال للحق وسيوثق التاريخ من وقفه مع الباطل طبعا نوصلنا الى نهاية البرنامج السيد عصام سلمان الدبوس شكرا جزيلا لك شكرا المشاهدين لهذه المتابعة ونلقاكم بحلقات أخرى من برنامج لقاء الرعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة